أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذا الموعد الإخباري يأتيكم مباشرة عبر أول قناة إخبارية بالجزائر والبداية بالشأن الأمني حيث اعترض عناصر حرصي الحدود صباح اليوم الاثنين بمنطقة المقام الحدودية بولاية إليزي سيارة ربعية الدفع تقل ثلاثة إرهابيين مبهوط عنهم حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها وجاء في البيان أنه في إطار مكفحة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة المقام الحدودية بولاية إليزي بنحية العسكرية الرابعة اعترض حرصي الحدود صباح اليوم سيارة ربعية الدفع تقل ثلاثة إرهابيين مبهوط عنهم كما كشفت ودمرت مفرزة الجيش الوطني الشعبي لغما تغليدية صنع بضواحي بلدية ابن بوعتاب بولاية الشلف بنحية العسكرية الأولى ومن جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي بنحية العسكرية الرابعة شاحنة محملة بستة قناطر وثلاثين كيلو جراما من مادة التبغة شكرا